لقطة أخرى أذكر بها باقر الإيرواني الذي يحدثنا عن هذه الحوزة القذرة ومن أن الدين باق ببقائها ببقاء قذارتها أنا أسأله أسأل باقر الإيرواني لو كان عندك حفيدة رضيعة ودخلت فوجدت أن رجلا يفخذها فماذا يكون موقفك وكان هذا الرجل متدينا موثوقا عندك قد عقد عليها بموافقة أبيها عقد على هذه الرضيعة فأنت جدها بحسب المثال الذي افترضته إنها حفيدتك وهذا الرجل المتدين قد عقد عليها عقد زواج بموافقة أبيها ووجدته يفخذها وهي رضيعة فإنك لا تستطيع أن تعترض عليه لأن مراجع الشيعة وأنت أيضا لن تستطيع أن تخالف هذه الفتوى قد لا تصرح بها بلسانك لكنك مقتنع بالأدلة لأن الأدلة التي يطرحها مراجع الشيعة في مسألة تفخيذ الرضيعة هي وفقا لمنهج الاستنباط الطوسي ولا يستطيع أحد منهم أن يخالفها لذا فإنهم جميعا يقولون بجواز تفخيذ الرضيعة صحيح شاع في الإعلام أن الخمينية أفتى بهذه الفتوى وفتوى الخميني كانت موافقة لفتوى أبي الحسن الإصفهاني لأن الرسالة العملية للخميني التي هي تحرير الوسيلة هي في الأصل وسيلة النجاة الرسالة العملية لأبي الحسن الإصفهاني فهو يوافقه في الرأي في مسألة التفخيذ بالرضيعة الشيرازيون هم الذين أشاعوا هذه الفتوى الخمينية في وسائل الإعلام بحكم عدائهم للخميني لكن محمد الشيرازي يقول أيضا بجواز تفخيذ الرضيعة كبقية مراجع الشيعة سأقرأ عليكم من الجزء الخامس عشر ومن الصفحة الثلاثين بعد المائتين وما بعدها من كتاب العروة الوثقى مع الحواشي العروة الوثقى والتعليقات عليها مؤسسة السبطين العالمية إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية واثنين وثلاثين هجر قمري قموا المقدسة هذه المسألة الأولى في هذا الفصل الذي هو في الصفحة الثلاثين بعد المائتين هكذا يقول صاحب العروة العروة إنه كاظم اليزدي لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطع المملوكة والمحللة كذلك المملوكة التي يمتلكها من الجواري والمحللة التي حلل صاحبها أمرها لشخص آخر هذا في باب الجواري لا وجود له في زماننا الآن وأما الاستمتاع بما عدا الوطن بالنسبة لمن هي دون السنة التاسعة وأما الاستمتاع يعني من الرضيعة التي عمرها يوم إلى البنت الصغيرة التي لم تكمل السنة التاسعة وأما الاستمتاع بما عدا الوطن من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة هذا النص قرأته كما هو من العروة الوثقة إنها الرسالة العملية لكاظم اليزد أقرأ المسألة مرة أخرى عليكم لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك وأما الاستمتاع بما عدا الوطن من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة أي حيوان هذا الذي يصدر مثل هذه الفتوى أي خنزير هذا أية شهوة تتحقق عند الرجل مع طفلة حتى لو كانت في التاسعة وليس لو كانت رضيعة أي إنسان هذا أي تبهيمة هذا السؤال هل هناك آية الجواب كلا هل هناك رواية عن الأئمة الجواب كلا إنه المنهج الأصولي الناصبي الطوسي القذر هذا هو السبب ليس هناك من دليل أقرأ عليكم أسماء الذين كتبوا حاشية على العروة الوثقى ولم يعلقوا بحرف واحد على هذه الفتوى هذا يعني أنهم يتفقون معه بدرجة كاملة وإلا لو اختلفوا معه لعلقوا حواشية العروة منها كاملة ومنها ليست كاملة فأنا سأقرأ عليكم أسماء الذين كتبوا الحواشية الكاملة لأن بعض الذين كتبوا حاشية لم يعلقوا على كتاب النكاح هناك من كتبوا حاشية كاملة على الكتاب كله وهناك من كتبوا على بعض أجزاء هذا الكتاب وفي الوقت نفسه كتبوا حاشية على كتاب النكاح وهؤلاء بأجمعهم لم يعلقوا بحرف واحد على هذه المسألة يعني أنهم متفقون بالتمام والكمال مع صاحب العروة من النظر واللمس بشهوة بالله عليكم هل هناك من إنسان من إنسان إنسان يمسك برضيعة يتلمسها بشهوة ما هذه الخنزيرية وما هذه البهيمية كلاب ها هو لا كلاب كلاب بتمام معنى الكلمة إنني سأذكر لكم الأسمى قطعاً الإسم الأول صاحب العروة كاظم اليزدي السيد محمد الفيروز آبادي متوفى سنة 1345 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الميرزى محمد حسين النائيني المرجع المعروف إنه أستاذ الخوئي الميرزى محمد حسين النائيني المتوفى سنة 1355 هجري قمري حاشيته كاملة لم يعلق لا الفيروز آبادي ولا النائيني بحرف واحد والبقية كذلك الشيخ عبد الكريم الحائري إنه مؤسس الحوزة العلمية في قم ومن أساتذة الخمين وسائر المراجع في قم الشيخ عبد الكريم الحائري وفاته 1355 هجري قمري حاشيته ليست على كل العروة على بعض منها ولكنه كتب حاشية على باب النكاح ولم يعلق حرفا واحدا على هذه المسألة لأنه يتفق مع كاظم اليزدي الشيخ ضياء الدين العراقي وفاته 1361 هجري قمري حاشيته كاملة أستاذ المراجع في النجف ومن أساتذة الخوع السيد أبو الحسن الإصفهاني وفاته 1365 هجري قمري حاشيته كاملة وذكر المسألة في رسالته في رسالته وسيلة النجاة السيد محمد الكهكمري من المراجع المعروفين في إيران من مراجع قم السيد محمد الكهكمري وفاته 1372 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقة لم يعلق بحرف واحد يتفق مع كاظم اليزدي على النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ مع الرضيع السيد صدر الدين الصدر وفاته 1373 هجري قمري هذا والد موسى الصدر الذي كان في لبنان أساسا كان في العراق هاجر إلى قم وتوفي في قم كان من مراجع مدينة قم السيد صدر الدين الصدر حاشيته كاملة ولم يعلق بحرف واحد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وفاته 1373 هجري قمري حاشيته كاملة ولم يعلق بحرف واحد إنه يتفق مع كاظم اليزدي السيد جمال الدين القلبايقاني وفاته 1377 هجري قمري هذا الذي كان مرشحا من قبل أبي الحسن الإصفهاني أن يكون مرجعا في النجاف لكن محسن الحكيم استطاع أن يمنعه من التصدي للمرجعية بالاعتماد على المجموعة من البلطجية من اللوطيين والقوادين وباعة الخمر في النجاف الذين كان يقودهم محمد رضا الحكيم ولد محسن الحكيم هذا هو جمال الدين الهاشمي القلبايقاني السيد جمال الدين القلبايقاني وفاته 1377 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقى لم يعلق بحرف واحد السيد إبراهيم الحسيني الاستهباناتي وفاته 1379 هجري قمري حاشيته كاملة لم يعلق بحرف واحد السيد إحسين الطباطبائي البروجردي إنه المرجع المعروف في مدينة قوم والذي صار مرجعا في إيران بعد وفات عبد الكريم الحائري الذي مر ذكره قبل قليل السيد حسين الطباطبائي البروجردي هو أستاذ السيستاني وفاته 1380 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقة ولم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي على النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ بخصوص الرضيع السيد عبد الهادي الشيرازي من مراجع النجاف السيد عبد الهادي الشيرازي وفاته 1382 هجري قمري حاشيته على العروة كاملة ولم يعلق بحرف واحد على هذه المسألة وله صلة عمومة مع محمد الشيرازي وصادق الشيرازي من مراجع حوزة كربلاء السيد حسن البجونردي من مراجع النجاف وفاته 1395 هجري قمري حاشيته كاملة ولم يعلق بحرف واحد على فتوى كاظم اليزدي السيد عبد الله الشيرازي وفاته 1405 هجري قمري كان في النجاف وانتقل إلى مشهد وتوفي في مشهد حاشيته كاملة على العروة ولم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي بكل الذي يجوز فعله مع الرضيعة السيد كاظم الشريعة مداري وفاته 1406 هجري قمري من مراجع مدينة قم والذي كانت له معارضة سياسية مع الخميني حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد على فتوى كاظم اليزدي فيما يرتبط بالممارسات القبيحة مع الرضيعة السيد علي الفاني الاصفهاني وفاته 1409 هجري قمري من علماء النجا وانتقل بعد ذلك إلى مدينة قم وتوفي فيها من مراجع قم حاشيته كاملة على العروة ولم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي السيد روح الله الموسوي الخميني وفاته 1409 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقة ولم يعلق بحرف على هذه المسألة بل هو ذكر المسألة في رسالته العملية أبقى ما أفتى به أبو الحسن الأصفهاني فيما يرتبط بالتفخيذ بخصوص الرضيعة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي أساساً كان في النجف وانتقل إلى قم كان من مراجع قم المعروفين توفي سنة 1411 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي السيد أبو القاسم الموسوي الخوعي وفاته 1413 حجري قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق وله شرح على العروة سأقرأ عليكم منه شيئاً قليلاً فهو يتفق اتفاقاً كاملاً مع صاحب العروة بخصوص الممارسات القبيحة والشاذة التي هي جزء من الشذوذ الجنسي حددتكم عن هذا الموضوع حينما كنت أحدثكم عن الشذوذ الجنسي المنتشر في المذهب الطوسي القذر اللعين السيد محمد رضا القلبايقاني الذي كان يقال له زعيم الحوزة العلمية في مدينة قم وفاته 1414 هجر قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف بل كتب الفتوى أيضاً في رسالته العملية لمقلدي السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري وفاته 1414 هجر قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد فهو يتفق مع كاظم اليزدي ومع سائر المراجع الآخرين الذين تلوت أسماءه الشيخ محمد أمين زين الدين وفاته 1419 هجر قمري من مراجع المدرسة الأخبارية وتراجع شيئاً ما هو من مراجع النجف له حاشية على العروة الوثقة إلى آخر كتاب النكاح فقد علق على مسائل كتاب النكاح ولم يعلق بحرف واحد على هذه المسألة السيد محمد الحسين الشيرازي إنه المرجع الكربلائي المعروف وفاته 1423 هجر قمري له حاشية كاملة على العروة الوثقة لم يعلق بحرف واحد على هذه المسألة فيما يرتبط بالنظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ بالنسبة للرضيعة يتفقون يتفقون على الضلال وعلى القذارة دائما دائما لكنهم يختلفون حينما يكون الحديث عن مقامات أئمتنا عن منازلهم الغيبية لكنهم يختلفون ويعرضون عن الأحاديث التفسيرية ويكتبون التفاسير بخلاف منهج بيعة الغدير إن كان هو محمد الشرازي أو الذين سبقوا أو الذين يأتون من بعده أو الذين سوف لن أقرأ أسماءهم لأن أسماءهم لم تثبت هنا لكنهم على نفس المنهج على نفس المنهج السيد حسن الطباطبائي القم حاشيته كاملة لم يعلق بحرف على ما جاء في العروة الوثقة ذكرت ولادته الذين على قيد الحياة حينما طبع هذا الكتاب ذكرت سنة ولادته السيد تقي الطباطبائي القم السيد حسن الطباطبائي القم من من مراجع مدينة مشهد في إيران السيد تقي الطباطبائي القم من مراجع مدينة قم في إيران وكلا هذين الحاشية عندهما كاملة لم يعلق أي واحد منهما بحرف لأنهما يتفقان مع صاحب العروة في ممارسة تلك الممارسات القبيحة مع الرضيع السيد محمد صادق الحسيني الروحاني الذي ذكرنا فتواه في قضية تجويزه لللواط الصناعي هو أيضا له حاشية كاملة والذي توفي قريبا له حاشية كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد على ما ذكره اليزدي بخصوص الممارسات الشاذة جنسيا مع الرضيع السيد محمد الموسوي مفت الشيعة له حاشية كاملة من مراجع مدينة قوم هو الآخر يفتي بما أفتى به الذين سبقوه الشيخ محمد الفاضل اللنكراني حاشيته كاملة محمد صادق الحسين الروحاني حاشيته كاملة محمد الموسوي مفت الشيعة حاشيته كاملة محمد فاضل اللنكراني حاشيته كاملة باستثناء كتاب الحج فهو قد علق على فتاوى باب النكاح ولم يعلق بحرف واحد بخصوص هذه المسألة هؤلاء جميعا قد تسألون عن السيستاني السيستاني له حاشية على العروة لكنها ليست كاملة إلى آخر كتاب الاعتكاف ليس له من تعليق على باب النكاح إلا أنه أثبت المسألة في رسالته العملية سأقرأها عليكم من رسالته العملية قلت لكم الجميع الجميع لماذا الجميع لأنهم يستندون إلى الطريقة والمنهجية الاستنباطية الطوسية الشافعية المعتزلية القذرة هذا نتاج المذهب الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هذه المسألة إذا أردنا أن نصدر الفتوى بخصوصها علينا أن نرجعها إلى قاعدة الأسوة فهل كان أهل البيت يفعلون هذا هل كان أهل البيت يرتضون هذا الجواب كلا وكلا وكلا إذن هذا لا يجوز بحسب قاعدة الأسوة التي هي القاعدة الأم في عملية استنباط الأحكام الشرعية في دين العترة الطاهرة والتي لا يفقهونها هؤلاء هؤلاء ركبت عقولهم بطريقة تأتي منسجمة مع الشذوذ الجنسي عقولهم تتماشى مع هذه الخنزيرية في التفكير مع هذه البهيمية المقرفة لماذا كل هذه العمائم لماذا كل هؤلاء المراجع يتفقون على هذه القذارة الجواب واضح لأن عقولهم قذرة لأن عقولهم وسخة هذا هو الجواب لماذا عقولهم قذرة لماذا عقولهم وسخة وديننا أصحابه أصحاب آية التطهير أصحاب النظافة والأناقة والجمال والحسن لماذا لأن دين هؤلاء لا علاقة له بدين أولئك هذا مذهب طوسي عباسي لطي نجس قذر هذه الحقيقة من الآخر كذبون كذبون ما هذه كتبهم وهذه فتاوهم نذهب إلى فاصل